ناس كتير بتقول لك ده أنا خرجت من رمضان أكتر مما ابتدته كوليسترول عالي والسكر عالي عند بعض الناس طبعا مش كل الناس والوزن عالي ومش عالي فعايز أقول لحضرتك بس المفروض أن السيام ده حاجة صحية بس مصبوط صحي بس وزن لمت وزن لمت عشان كده أخرا بنتم شهر بس بس فعشان كده بقول لحضرتك الكل اللي بيطلع ويتقال دي كلها رغي أهم المغالطات أهم البدع في مجال التغذية أهم المغالطات في مجال الرجيم والدايت من وجه نظري حضرتك أنا ربنا ما ظلمنيش أنا لفي الدول كتير بحضر مؤتمرات ولقاءات علمية وحاجة زي كده كتير أوي فندم كنت بشوف مثلا في شرق آسيا أو دول ما بنروحاش كتير يعني أو استوائي يعني بشوف أنواع فواكه أنا معرفش اسمها إيه مش معرفش طعمها إيه معرفش اسمها حدا الأفوكادو حاجات كتير بس أنا بحب يا دكرة ويكونوا واحدة أنا بحب جدا بقولك ده موفيك جدا للكلسترول الإيجابي طب ما أنا عندي يا فندم أنا ما أنا عندي بداله السمك الدهني والذات الحار أنا أفضل الأفوكادو عن بيه مع حدك بص عدك ربنا ما جاب للمجتمعات دي الأغذية دي ما ظلمناش وما جاب لنا إحنا مية النيل بالمعادن اللي فيها ما ظلمهمش واجد لكل بيئة أكلها أخذها وما يصلح بيئتها الله القدير علشان كده أنا ما جيت عايز أنا المادة المركب العضوي اللي موجود جوه الجينسينج طب حبيبي ما أنت عندك هنا رأس الفجل ما هي موجودة فيها نفس المركب طب أنا عايز المادة المركبات اللي جوه البروكلي أسل البروكلي طب ما أنت عندك هنا الأرنبيط ولا هو الشيخ البعيد هو اللي سره بتع دايما زماره الحي لا يطلب حاجة يعني هدي مشكلة فاندم على فكرة نسب البروتين إلى النشا إلى الزيوت اللي جوه الفول السوداني أفضل مئة مرة من اللي جوه المكسرات فعلا طبعا كهلسي كشيء صحي يعني أنا كل فول السوداني أحسن ما كل عن جمل ولوز وفض أه كأفيد أفيد أفيد أه بس كله وزن لمت لأنه طبعا السوداني كتير هيتأخر كله وزن لمت أي حاجة فاندم لازم من البناء آدم ياخدها بمقدار تمام ولذلك أصح شيء إن أنا أطبق مبدأ لا إفراط ولا تفريط التغذية الصحية هي لا إفراط ولا تفريط يقديم وغلطة أو أسطورة من أساطير الرجيم والدايت إن أنا بالدق لأغذية مش بتاعي مش بتاعي بيتي دي حاجة الحاجات التاعية نمرت نين إليه فكرة إنك إنت خص في خمس أيام خص في ثلاث أيام خصي قبل فرحك المنحنة دايما بيبقى إما كده أو كده هنزل بسرعة هطلع بسرعة أنا وزني زاد كفلان الفلاني عشرين تلاتين أربعين كيلو على مدار عشرين تلاتين أربعين سنة أنا عايز أخصهم في أربع تيام أنا كده منها الزر ده هزار على طول يا فندم اللي إنت خصيته في أربعين سنة خصه في أربع تيام ويقولك إيه بقى رجيم لناس في الكرش رجيم لناس في الأرداف يعني هو فيه رجيم لحتة معاناة في الجسم يا طبعا الكلام ده هزار خالص مكان تغزين الدهون في جسمه فلان الفلانية أو فلانة الفلانية تابع الخريطة الجينية بتاعت جسمه الحتة الفلانية والعيلانية والتركانية طب الرجيم الكيميائي ما أنا هكمل بسها حظيك بعد إذنك ده أول مكان بيتسحب منه أما بنقص وزني يبقى ما جيش أقول أنا عايز أصلا الأرداف هي اللي عندي عملالي مشكلة اعمل نقص وزني بطريقة وده أول مكان هيتسحب منه ما فيش أي مشكلة الكرش أول مكان هيتسحب منه ده مكان التخزين في ناس ما تجيب خصت أول مكان وشها لأن حظيك هي مش ماشية على رجيم صح مش ماشي على نظام غذائي صح بتاعها هي لقت حاجة على النت خدتها وطبقتها كلنا بنفتح بقى الانترنت بقى بالليل ونمسك نظام الرجيم اللي بيخلص في ثلاث تيام ما كانش عد غلي بفرد ما كانش عد غلي أو في ثلاث تيام أو في أسبوع ما كانش عد غلي حضرتك أنا عايز بس أوضح لحضرتك حاجة كمان نقطة برضو رائجة بكل أسف ما فيش حاجة اسمها أجي متابعة أمتى ما فيش كده ما فيش إن ده أكل الأسبوع ده وتجيني الأسبوع اللي بعده ولا كمان عشر تيام تاخدي النظام التاني ما فيش كده فيه نظام إن حضرتك بيتعملك نظام غذائي بتاع حضرتك متفصل حديك خلاص تخدي باي باي شكرا فيه ده كترة بيبقوا طبعين أنظمة غذائية ويدهالك كده وإنت خارج كده طب يعني أنا ينفع أسحب ورقة من تحت المكتب بديها أقول فلاني خد كل دي ما ينفعش ده بيتفصل ولذلك أنت بتاخدي ساعة أو ساعة ونص مع كل حالة عشان تسمعيها كويس قوي وتفصل لها النظام وإنت قاعدة تابع النظام هائية تابع حالته هو لإنما يجا أقول له كل كذا وكذا يقول له أنه ما كانش مع امراض تأعمل مشاكل في البيت لا ما ينفعش ندرس وضع البيت وعادات البيت وعادات الأسرة ويتفصل النظام عليه خده شكرا باي باي مع السلامة مع نفسك تابع سمع دقني تي